مشكلة أحاديث الأحاد الصحابة كانوا واعين بهذا التماماً وكانوا يعرفونه وكانوا يعرفونه الذي أحب أن أقرره اليوم في خطبة اليوم مبدأ بسيط وأسعى الله أن أكون مصيباً في اجتهادي وإلا فالخطأ من يوم الشيطان والله بريء منه ورسوله والمسلمون أيضاً من عندي آخرهم أولهم على آخرهم لكن لأن هذا اجتهاد تقريباً يعني أربما سبق إليه واحد أو اثنان في الأمة أيها الأخوة أنا نظرت فيه وجدته الاجتهاد الراجح وجدته رجيحاً مليحاً ومحقولاً جداً جداً وحتى المشترعون الوضعيون يأخذون به بفحواء إلا أن هذه الأمة لأجل ما ستسمعون لم تأخذ به فاتسعى الفتق أو الخرق على الراتق أو الراقع في مسائل مما يتعلق بالدماء وعصمة النفوس المحرمة وإن لله ما هو؟ ما هو؟ ما هو هذا الموضوع؟ ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة أيها الأخوة نزعم نزعم أنه لا يجوز في باب التشريع وبالذات في باب الحدود في باب الدماء فيما يزيل عن النفس عصمتها فيما تُنتهك به عصمة النفس وتُرفع به أو تُستحل حرمتها سواء في باب القتل باب الأعضاء حتى باب الجلد وإهانة الإنسان يُشترط في هذا أن يثبت التشريع بصفة قطعية ما تجيب ليش حديث أحد وبيمنيش دول في البقاء في مسلم ما أقبلوش لا أقبلوا عقلياً منهجياً ماذا يا أخواني؟ تعرفوا لماذا؟ ببساطة لأن حرمة الإنسان معصومية النفس محرمية النفس المحرمة ثابتة بالقطع واليقين بل قال أبو إسحاق الشاطبي علامة المقاصد ثابتة بالضرورة هذا معلوم من الدين بالضرورة الكل يعلمه الأصل في النفوس أنها معصومة محرمة لا تُرفع عصبتها ولا تُستباع حربتها إلا بأسباب يسيرة جداً أنا قلت لكم ما هي؟ إذا أردتم إيه العصمة؟ في مقابل القتل يعني تخيل؟ هو سبب واحد يعود إلى ماذا؟ إهدار حياة أخرى سواء يقتل عمداً أو يقتل إيه في الحرابة أو فسادٍ ومن أين أتيتها؟ الآن القرآنية من قتل نفساً بغيري؟ نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فلا تقل لي بعد ذلك شرب الخمر في الرابعة سرق في الخامسة ارتد عن الإسلام يقول لي أحد المرتد مرتد إيه يا رجل؟ تقتل مرتدين كتاب الله فيه مئة الآيات تُقرر حريتهم وتُؤكِّد خياراتهم وأن لهم أن يعيشوا مع ردتهم وأنت تقول يقتل؟ أين رأيت هذا عن رسول الله؟ والعجيب العجيب لا يوجد لدينا إلا حديث واحد فقط أيها الأخوة صريحٌ وصحيح عفواً صحيحٌ لكنه ليس صريحاً كما يظنون في قتل المرتد اضطرقه التقييد من أكثر من جانب ودخله التخصيص من أكثر من جانب حديث من بدّل دينه فاقتلوه حديث واحد فقط وأفعال رسول الله تُخالف عنه إذا خدت به كما أخذ به العلماء عن نبي نفسه لم يقتل كثيرين من مرتدين وتركهم يعيشون والقرآن يؤكد هذا إذن عليك أن تعيد النظر في هذا الحديث إذن نحن نقول في رفع عصمة النفوس المعصومة واستحلال حرمتها لابد أن يثبت التشريع الذي يُحِلَّك هذه النفس المُحرَّمة ويرفع عنها العصمة لابد أن يثبت التشريع بطريق قطعي ليه؟ عقلياً ومنهجياً لأن عصمة النفوس ثابتة بطريق القطع والضرورة طيب كويس إذا كانت عصمة النفوس معلومة عن الدين بالضرورة وثابتة بطريق القطع واليخين كيف تُزيلها أنت عن محلها بطريق فيه شبهة؟ بحديث أحد وتقول لي من بدّر دينه فاقتلوه حد الردة إيش هالتناقض هذا؟ ترجمة نانسي قنقر